وخلال مؤتمر ميونيخ للأمن أعلن عدد من القادة الأوروبيين نيتهم تشكيل تحالف دفاعي جديد لتشكيله بديلا لحلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة وترى أوروبا أنه آنلاوان لتكوين مشروع دفاعي مشترك يتدخل بما يخدم القارة وهو ما أثار قلقا لدى واشنطن التي تعدمد على حلف الناتو في مهامها العسكرية الخارجية موازين قوى على وشك أن تتغير وتحالفات ربما تشهد إعادة نظر هكذا يمكن وضع العنوان الأبرز لمؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا بعد إبداء القادة الأوروبيين رغبتهم في الاستقلال العسكري عن الولايات المتحدة الاستقلالية الاستراتيجية التي تحدث عنها وزراء دفاع أوروبا سببت قلقا لدى واشنطن من مشروع دفاع أوروبي على وشك التشكيل ويهدد بشكل مباشر حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة ماديا وعسكريا عندما نكون مهددين على مستوى جواننا المباشر خاصة من الجنوب فإنه يجب علينا أن نكون قادرين على مواجهة الأمر حتى عندما تكون الولايات المتحدة أو حلف الأطلسي يحبذان انخراطا أقل ولذا يتعين علينا تحقيق استقلالية استراتيجية دون إكبار الولايات المتحدة على أن تأتي لمساعدتنا وعلى مدار عام ومنذ تولي رئيس دونالد ترامب الحكم في الولايات المتحدة أرسلت واشنطن رسائل اعتبرتها أوروبا بمثابة محاولة الانسحاب أمريكا من الساحة الدولية والتخلي عن الأمن الإقليمي لأوروبا مع التركيز على الشؤون الأمريكية إذ لطالما ردد الرئيس ترامب خطابا رأى فيه الأوروبيون استعلاءا ومعايرة أمريكية بأنها الدولة الأكثر انفاقا في حلف الأطلسي والتهديد المبطني والمستمر بسحب جزء من تلك المخصصات ما لم تزيد أوروبا من حصتها وتقبل بالشروط الأمريكية نريد الحفاظ على العلاقات عبر الأطلسية وفي الوقت ذاته نريد أن نصبح أوروبيين أكثر الأمر يتعلق بأن تكون أوروبا قادرة على الاستقلالية وتحمل مسؤوليات أكبر داخل الحلف الأطلسي هذا تحدي يتعلق بالمستقبل الأوروبي كلمة وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي مست بشكل كبير رغبة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حول تأسيس قوة أوروبية مشتركة قادرة على التحرك خارج إطار الناتو وهي الدعوة التي لقت رفضا أمريكيا ووعيدا من حلف الناتو الذي طالب بأن لا تمس تلك الرغبة صلاحيات الحلف دفع أوروبا قدما في المجال الدفاعي يجب أن لا يمس بصلاحيات حلف الأطلسية فنحن نحيي هذه الجهود طالما أنها لا تنفس جهود الحلف بل تكملها عالم يحميه متغيرات متلاحقة بفضل تحالفات جديدة تنشأ معها استراتيجيات تحمل رغبة 25 دولة في التنسيق فيما بينهم على المستوى الدفاعي والأمني بينما تبقى الولايات المتحدة مخيرة بين الاعتدال مجددا في سياستها مع أوروبا أو الخروج من التحالف العسكري مع القارة العجوز ترجمة نانسي قنقر